ناقش اجتماع نوع قداب العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة مع عدد من مندوبي محاكم استئناف المحافظات المحررة سبل تطوير آليات عمل نظام المراسلة الإدارية بين المحاكم وقطاعات الوزارة وشدد الاجتماع الذي حضره وكل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني على ضرورة تعزيز دور المندوبين بين المحاكم والوزارة لتحسين الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين والسبل الكفيلة لتسريع الإجراءات القانونية والإدارية واستمع الوزير العارضة إلى الصعوبات التي تواجه المندوبين خلال سير العمل وطرق الكفيلة لحلها لتسهيل المهام المسندة إليهم لافتا إلى أهمية عمل المندوبين الذين يعتبرون همزة الوصل بل الذي يعتبرون همزة الوصل بين المحاكم ووزارة العدل من خلال تبادل المذكرات الرسمية وغيرها من مهام وأكد وزير العدل حرص الوزارة على إعداد نظام المراسلة الإلكترونية بين الوزارة والمحاكم وذلك ضمن خطة الربط الشبكي التي تأتي في إطار جهود تطوير البنية التحتية للمحاكم للمساهمة في تعزيز خدماتها القضائية ومن جانبه أوضح القاضي العزاني الحرص على الارتقاء بمنظومة العمل المالي والإداري وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية مشيرا إلى تدارس العديد من المقترحات المعالجة للصعوبات التي تواجه سير العمل بما في ذلك تحسين نظام إدارة الملفات والتقارير المالية وغيرها وخرج الاجتماع بعدد من توصيات الهامة بشأن تطوير نظم عمل المراسلات بينها تنظيم ورش عمل دورية تهدف إلى تبادل الخبرات وكذلك توفير منصات إلكترونية لتسهيل الوصول إلى المعلومات مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور